اشتركوا في القناة والعشرين الشهر الحالي وبهذا الفوز والتأهل يشارك المنتخب البحريني في النسخة العالمية الخامسة في تاريخه وقدم المنتخب البحريني مواجهة كبيرة عوض فيها الخسارة السابقة أمام المنتخب الياباني يوم الثلاثاء الماضي وخلال مشوار البحرين في البطولة الأسوية بدأ بالانتصار على نيوزيلندا ثم إيران في الدور الأول وتأهل للدور الرئيسي ثم فاز على الإمارات وخسر من اليابان هذا ويلتقي المنتخب البحريني ومغادن السبت بمتصدر المجموعة الثانية فيما يلتقي المنتخب الياباني ثاني المتأهلين مع وصيف المجموعة الثانية ويلعب منتخباء الإمارات والسعودية على المراكز الترتيبية والسعودية على المراكز الترتيبية والسعودية على المراكز الترتيبية